زي ما تكلمنا في البداية في المقدمة مع حضرتكم عن المكتبات العربية وأهميتها في صون ونقل المعلومة ولكن أيضا لو نقلب أوراق التاريخ نقرأ التاريخ معكم فسنقرأ كيف تم كمان التعدي على هذه المكتبات وعلى الثقافة وعلى التاريخ العربي دعونا نتكلم باستفادة ونتكلم أكثر مع التاريخ مع ضيف بيت الكل اليوم والدكتور ندال أحمد العيسرة مدير عام المكتبة الوطنية بالأردن أهلا بحضرتك يا دكتور أهليين ستة بارك الله فيك موارنا مساء خير تسلمي هلا ستة يسعد مساءك دكتور ندال ويمكن بدي أبدأ سؤالي الأول اللي يمكن شوي سؤال صعب من كلام شافكي وأسألك لو ما تم حرق المكتبات شكرا شكرا ستة أليكساندرا شكرا ستة شافكي وأسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الانتنان إلى القائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للإطلال على الجمهور العربي وتوضيح وإيصال فكرة حول المكتبات وحول الكتاب حيث أن المكتبات هي حافظة لذاكرة الأمم بالتأكيد كما تقدمت ستة شافكي في البداية وقالت بأنه يتم عملية إعدام العقول من خلال تدمير المكتبات على مر التاريخ لا شك بأن هذه المكتبات لو لم تعدم لكان هناك باعتقادي تطور أكثر لأن التطورات التي تحدث على المستوى العالمي وعند كافة الشعوب هي سببها ما يكتب وما يطبع وما ينشر وما يبث من معارف هذه المعارف يتم عملية قراءتها ويتم إنتاج معرفة جديدة تساهم في عملية تطور الأمم وتطور البشرية بشكل عام دكتور ندال يعني أنا الحقيقة بحس أن المكتبات العربية هي فيها مش بس معلومة هي فيها الفكر والثقافة العربية المتنوعة وحرق المكتبات في الزمن وفي التاريخ كان حرق للفكر وكأنه يتصور أنه ستكون هناك إبادة للثقافة وهذا يعني لو ضربنا أمثلة مثلا نتذكر ابن حزم مثلا والحرق الكبير للمكتبات وعلى زمن آخر ابن رشد ونفس الحرق يعني واضح أنه دي كانت الأداة للحرب على الفكر نفسه بالتأكيد ستة الفاضلة دعونا أيضا نعود إلى المغول الذين قاموا بإعدام المكتبات وهناك شواهد بأن النهر في ذلك الوقت كانت الأحبار تطفو في النهر في ذلك الوقت صحيح وإحنا حكينا ده في المقدمة نعم وهذا دليل بصراحة على أنه ما يتم تدوينه من تاريخ وثقافة ليس فقط تدمير للشعوب لأن الشعوب فيما بعد سوف تنتج شعوب أخرى ولكن هذا الفكر بصراحة قد يكون فريد وقد يكون نوعي فعملية طمس التاريخ بصراحة والطمس الهوية وطمس الثقافة وطمس العلم هي الأخطر على الشعوب من طمس الشعوب نفسها